أهلا بكم أعزائي المتابعين في آخر جزء خاص بمادة الويندوز وهو الامتحان التجريبي النهاردة هنحل مع بعض الامتحان التجريبي على مادة الويندوز عشان نقدر نعرف أو نتضرب مع بعض إزاي نكتاز الاختبار الخاص بمادة الويندوز زي ما انت شايفين الامتحان التجريبي بيكون عبارة عن 36 سؤال ده ما كان السؤال بتاعك ودي الإجابات اللي انت بتختار ما بينها وده الوقت اللي بيعاد عليك وبعد ما بتخلص أي سؤال بتدوس على سابمت أو إنهاء السؤال ده بحيث أن انت أول ما بتدوس على سابمت بيبقى خلاص كده السؤال ده انتهى مش هينفع أن انت ترجع له مرة تانية لو انت مش عارف السؤال بتدوس على سكايب وعشان ترجع له مرة تانية أو رسيت عشان تقدر أن انت ترست الإعدادات الخاصة بالسؤال ده وتعيد الخطوات العملي مرة تانية عشان لو انت تلغبطت في خطوة أو أخرى تعالوا كده نحل السؤال سؤال مع بعض نبدأ بالأسئلة النظري اللي من التالي نقدر نقول أنه هو بيتوصل الكمبيوتر عن طريق الـ USB طبعا الكاميرا هندوس على سابمت بيقفل السؤال بعلامة الإفل خلال السؤال ده كده تقفل مش هينفع نرجع له مرة تانية which one of the following example of software اللي من التالي نقدر نقول عليه أنه هو software برنامج الانترنت براوزر تعالوا كده ندوس سكايب هتلاقوا السؤال رقم اتنين مفتوح نقدر أن احنا نرجع له مرة تانية وقدر أن أنا بعد ما اخترت انترنت براوزر أدوس له أقول له سابمت select the icons that represent a document file طبعا الword which one of the following is the correct procedure for selecting non-adjacent files within a folder إذ إيه هي الطريقة المناسبة لنا بعمل select لملفات غير متجورة طبعا بختار الإجابة اللي فيها control اللي هي click on the file hold down the control key and click on the other files that you wish to select which one of the following storage options requires an internet connection إن من التالية أو ساعة التخزين التالية بيحتاجة تخزين على الانترنت أو بيحتاج الانترنت عشان أخزن عليها الملفات online storage which one of the following is appropriate rution to shut down an unresponding application الطريقة مناسبة لغالك تطبيق غير مستجيب طبعا بختار إلي press control alt delete start task manager select a non-responding application and click in task زي ما عملناها في الشرح العملي which one of the following is a not purpose of a network اللي متالي مش من ضمن استخدامات الشبكة to create a screen server إن أنا أنشئ شاشة توقف which one of the following is a main application of the internet اللي استخدام الأساسي للانترنت performing net banking which one of the following will ensure user will paying while using the computer إن هو يبقى قاعد مرتاح أو اللي بيأمن المستخدم يخليه قاعد مرتاح أثناء استخدام الكمبيوتر positioning the monitor to an adequate high-end distance that is comfortable for a user إن أنت بتضبط إعدادات الشاشة بحيث الارتفاع والمكان المناسبين عشان يبقى المستخدم مرتاح which one of the following refers a vast collection of documents residing on a different computer on the internet التعريف الخاص بالإنترنت اللي هي مجموعة من المستندات متصلة ببعضها البعض هي طبعا World Wide Web اللي هي ال-www الشبكة العالمية العنكبوتية which one of the following best described the vibe voice over internet protocol الشرح بتاعها مش موجود في الكتاب قوي ودي الحاجة الموجودة اللي موجودة عنها في الكتاب ال-vibe اللي هو protocol نقر الصوت عبر الإنترنت لما بتستخدم أي أبليكيشن بتعمل مكالمات صوت أو فيديو زي السكايب أو الفايبر أو الحاجات دي كلها هو ده اللي بيستخدم بروتوكول اسمه ال-vibe اللي هو making phone calls over the internet عمل مكالمات صوتية عن طريق الإنترنت which one of the following is not usually a risk associated with online activity اللي ما مش من ضمن المخاطر أثناء استخدام أو الحاجات اللي بتحصل على الإنترنت بنيجي بعد كده نخش على الأسئلة العملي هنا بيقولك perform a necessary step before removing USB mass storage device from the computer using the screen pillow عاوز يعمل إخراج آمن لل-USP بروح دايس على العلامة بتاعتها بالشكل ده وقوله eject USB mass storage واستنى لغاية لما تظهر لي العلامة دي خلاص كده السؤال بتاعي اتحل change the view of the folder documents litmus هو already فتح لك documents litmus to show the name size type of files عاوز يغاية طريقة العرض عشان يظهر ال name والsize والtype اللي هي ال details بتاعتها فبروح على change view واختار details ظهرناه اقوله بقى يكمل سنشوفه عاوز إيه render the size of file called about.docx in the answer box provided you may use the value rounded to the nearest keyp هو عاوز يكتب ملف اسمه about او في ال answer box فاكتبله 30 طبعا لو كان في كسور كان بيقولك استخدم تقريبيا يعني 39 وكسور فاتقول 30 31 وكسور فاتقول 32 وهكذا فاكتب 30 مسافة key نقل بانجليش key p وهتخلي بنا طالما كتبها capital نكتبها capital زي ما هو عاوز نكتبها small نكتبها small وهكذا وبعد كده بسلم الإجابة use the search feature to locate the file named activity calendar on the document in the documents litmus folder وبعد كده بيقولك enter the name in the folder where activity calendar is located يعني عايزك تدور على الفولدر زي ما عملناها في الشرح وتجيب المكان الملف ده موجود جوه انهي folder اول حاجة هروح افتح مستكشف الملفات وخش على documents طيب مش ظاهل المكان بتاع السيرش هدوس على السهمين دول كده نزل السؤال تحت وبعد كده اخش على litmus وبعد كده راح جاي هنا كاتب كلمة work سوري مش work وعاوز دور على اكتيفيدي كالندر هتبنا اكتيفيدي كالندر بادوز انتر بيبتدي ان هو يدور تاني نعمل له reset واضحة نمتعها التجريبي في مشكلة احنا كاتبنها غلط تلالي اكتيفيدي كالندر وراح جاي كده عامل كليك يمين open file location قال ان هو جوه فولدر اسمه اكتيفيدي هكتب كلمة اكتيفيدي زي ما هو كتبها بالظبط capital capital واللي small small وبعد كده بدوس على submit create a new folder called registration في documents litmus ادي documents litmus راح جاي هنا كده بقول له right click new folder واسميه registration وطبعا ال capital capital واللي small small وانتر اعملنا registration بعد كده قال لي create a soft folder in registration يعني هفتح registration كده واعمل جواها مجلد فرعي واسميه transfer اعمل جواها مجلد فرعي وادوس في اي مكان فاضي او enter خلاص كده انا عملت two folder اللي هو عاوزهم واقول له submit move the city sub folder from the document the document to the document destination folder ادي الفولدر بتاع citys وهنا ما بنستخدمش اي اختصارات control c control v كلام ده كله احنا ما بنستخدمش اي اختصالات مش هيحسبها لك صح وقدوس هنا على status right click وقل له طالما قال لي move يبقى cut لو قال لي اعمل copy هعمل copy طالما قال لي move يبقى cut واروح هفتح destination وجوه هعمل right click paste delete تصبح folder old student الموجود في document litmus right click عليه وقل له delete اتمسح connect to the wireless network litmus using the password lit123 هروح كده على علامة الواي فاي ولو الشبكة مش ظهر معايا هعمل كده اختار litmus اقول له connect واكتب البسود واخلي بالي ان l capital it small 123 واقول له next واستنى لغاية لما يخلص ويكتب لي تحتها connected اقدر ادوس على submit هنا ده محاكاة لanti virus خاص بالlitmus وهي بيقول لك using the litmus antivirus application scan the folder documents litmus for viruses اول حاجة scan the folder يعني هعمل folder scan هدوس عليها واختار documents وبعد كده litmus واقول له اوكي واتأكد هنا ان المسار بتاعي صح documents litmus وبعد كده اقول له scan now هاقول له folder scanned successfully اقول له اوكي no virus streets found ده details او description الخاص بالresults بتاعت السكان بتاعت الفحص خلاص كده انا ماشي صح اقدر ادوس على submit using the search option in your web browser to find information on cupcakes اوقات كتير جدا في الامتحان هتفتح ال search مش هتلاقي علامة ال search ده في الامتحان تيجي تدخش على السؤال ده هتلاقي الصفحة دي فاضية طيب بجيب علامة ال search دي من فين بدوس على علامة العدسة دي كده واختار العدسة تحتك مرة كمان بيعمل reload ويفتح لك علامة ال search باجي هنا واكتب cupcakes وخلي باني capital capital وال small small بدوس على search بيطلع لل result خلاص كده سؤال بتاعي تحل using the advanced search ادي the advanced search refine the search using the exact phrase exact phrase انا هيبقى عايز نكتبها في البوكس التاني ده عند exact phrase red velvet cupcakes فاكتب كده R E D وطبعا capital capital وال small small كتبنا red velvet cupcakes اقول له advanced search طلع لي result خلاص كده خلاص كده السؤال بتاعي اتحل save the file kickorder from dot pdf from the webpage اللي هو فتح حالك اللي هو bigshop dot com اهو في documents letmus folder using the default file name بنزل كده ادور على الملف اللي هو عاوز يعمل دولود بلاقي عندي فايلين location map kickorder هو عاوز انهي kickorder بدوس عليه بيظهر لي علامة الدولود kickorder قال لي سيب default name بسيبه هنا لو مش المسار بتاعه document letmus هدوس على browse واختار documents وبعد كده letmus وقول له ok لكن هو already كان مختاره فقول له save واستنى لما يخلص خلاص كده السؤال بتاعي اتحل print one copy off www bigshop الاخير اللي هي البيج دي هو قريدي فتح حالك فانا بروح على file وبعد كده بختار print بتأكد من عدد هو عاوز one copy number of copies one تمام بدوس على print واستنى لما يخلص printing خلاص كده السؤال بتاعي اتحل change the home page of the web browser www.bigshop.com هو already فتح حالك فانا هروح عايزة خلي الصفحة دي صفحة رئيسية هروح على tools internet option وبعد كده بقول له use current لو تراحزوا هنا my home page هدوس على use current لقاها تحولت ل bigshop هقول له ok خلاص كده السؤال بتاعي اتحل بعد كده بنخش على الجزئية الخاصة بالmail outlook لو لاحظتوا هنا outlook مختلف تماما على البرنامج بتاع microsoft اللي احنا شرحناه بس هنا اسهل لان كل التفاصيل واضحة قدامك اول حاجة create a new message يعني هدوس على create mail واجبها تحت كده عشان نشوف التفاصيل بتاعت بقية السؤال to be sent the mail address sandy at funtravels.com هرح جاي هنا كاتب the mail address sandy at funtravel بعد كده with subject reservation confirmation هرح جاي هنا في subject اكتب الجملة ونخلي بالنا capital capital واللي small small عشان الحاجات دي هي اللي بتغلط في السؤال واجه هنا تحت تدي اكتب نص الرسالة dear dear sandy وعمل الكومة enter your reservation is confirmed بعد كده بعد كده بدوس dot وenter regards the ونحن نعمل هنا غلطة وبعد كده خلصت خالص قالك send the message بدوس على send و submit open the message with the subject line hotel brochure from the draft هروح على draft وشوف فين العنوان والsubject بتاعها hotel brochure اهو وشوفه عاوز ايه قال لي and enter ted في الاميل as mail to رح جاي هنا كاتب ted at printish company وقال لي كتب الاميل بتاع gm في cc رح جاي هنا كاتب gm i value hotel dot com في الفيلد وبعد كده قال لي send the message هروح دايس على send واعمل سا ادمت open the message with subject line urgent hotel brochure add urgent hotel brochure from the draft احنا كنا وقفين في الفولدر بتاع الدرافت remove the attach رح جاي كده على ال attach اقول له delete وبعد كده قال لي send the message send open the message with subject line department meeting from the draft برضو add departing meeting قال لي اعمل ايه قال لي and send the message هعمل send in the inbox folder هارجع على ال inbox open the message with subject line royal suite inquiry and close it خلي بنا ان في رايال سويت و رايال سويت انكواير عشان ما اطلق باتش هفتح الرسالة اللي لونها مختلف عن بقية الرسائل واقول له close من ال اكس ههو فلونها بيبقى زي بقية الرسائل مرة تانية بادوس على submit forward the royal suite message in the inbox folder to the following email address royal suite افتحها بالشكل ده وادوس على forward واكتب الميل corporate at looks travel dot com في المكان بتاع to dot com وبعد كده طالما قال لي forward لازم هادوس على send in the inbox folder save the attachment royalsuite dot pdf in the message jessica at sweet royal dot com فين jessica add jessica at sweet royal dot com واعمل save للattachment right click وقول له download هيعمل له save فين في documents litmus هروح ده رايح على documents litmus folder واسيب الاسم زي ما هو واقول له save اوكي هتلاقي هنا في open downloaded file يعني كده السؤال محلول تمام هقفل الرسالة وادوس على submit delete the entry for leo هروح على ال contact list واختار leo وقال لي delete from the address book بعد كده اعمل close the address book هفتحه بالشكل ده واقول له delete واقول له yes وبعد كده اقول له close create a new mail folder named guest هروح على new folder واكتب ال name بتاعه guests g-u-es-ts وقول له اوكي هتلاقي الميل بتاعك اتعمل هنا خلاص بقدر ادوس على submit retrieve the mail message from rain at bestrefactory.com from deleted items to the inbox هروح على deleted items واقول له right click restore to the inbox هيبقى راجع لل inbox خلاص سؤال بتاعه اتحل in your calendar update launching of new hotel logo appointment by adding blue pole room to be the location save the event هروح على ال calendar هلاقي هو ال appointment اللي هو عاوزه اللي عايز يعمل له update هدوس عليه double click هضيف ال blue pole room في location وبعد كده هقول له save yes وهقفل ال calendar واسلم لازم اسلم على اخر سؤال وبعده بخلص خالص كل الاسئلة بادوس على finish test عشان اقدر انهي الاختبار ده ده كان الاختبار التجريبي الخاص بمادة ال windows شكرا لكم وانتظروني في الفيديوهات القادمة الخاصة بالميديو الرقم اتنين اللي هو ال office برنامج ال word وال excel وال powerpoint شكرا لكم ما تنسوش تفعله الجرس وتشتركوا في القناة تعملوا subscribe وتعملوا مشاركة للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس شكرا لكم اشتركوا في القناة